تشير إلى وقوف إسرائيل وراء العملية لرصد مجملة تطورات انضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة عبدالقادر فائز وبالتأكيد هذه التطورات تشمل خيارات الآن وفق هذه المواقف الصادرة من طهران على عملية الاغتيال نعم ميادة إذا ما أردنا تفكيك ربما الموقف الإيراني والحديث حقيقة عن موضوع الرد الإيراني ربما نتحدث عن مستويات ثلاث مستوى أول وهو مستوى أمني وعسكري وهو الذي يأتي عليه قائد الحرس الثوري قائد فيلك القدس وزارة الاستخبارات مجلس الأمن القومي القادة العسكريون في إيران يتحدثون عن رد إيراني قادم عندما يتحدث هؤلاء بهذا المعنى بطبيعة الحال هم يتحدثون عن رد أمني على هذا الموضوع على اغتيال فخر زادة من قبل إسرائيل الذي تتهمها إيران بهذا الفعل وتقول بأن التحقيقات الأولية تشير إلى إسرائيل هذا مستوى أول كيف سيتم ذلك المكان الزمان الآلية كل هذا الكلام لا يجري الحديث عنه حقيقة في طهران البعض يقول بأن هذه العملية تنتمي إلى ما يسمى بالمنطقة الرمادية من الصراع بين إيران وإسرائيل بهذه المنطقة لا أحد يعلن عن شيء ولا أحد يتبنى أي شيء إذا ما أرادت إيران أن تخطو خطوة في هذه المنطقة الرمادية بطبيعة الحال ستستخدم نفس الطريقة دون الإعلان عن أي شيء ودون تبني أي شيء هذا في الحيز الأمني مستوى آخر الذي يجري عليه الحديث هنا هو في المستوى السياسي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني الاتفاق النووي هذا واضح في التحرك القادم من البرلمان البرلمان يخطو باتجاه طرح مشروع قرار فيه الكثير من البنود حقيقة في الموضوع النووي ولكن البند الأساس فيه هو هل ستتحرك طهران نحو إيقاف العمل به البروتوكول الإضافي الذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول بشكل مفاجئ إلى بعض المنشآت النووية هنا في إيران إذا ما أقرت إيران هذا القانون بطبيعة الحال سيحتاج إلى وقت لكي يدخل حيز التنفيذ لأن هناك جهات أخرى في البلاد منوطة بالمصادقة على هذا القرار بعد أن يصدر من البرلمان هذا مستوى ثاني من التحرك الإيراني المستوى الثالث هو الذي تقوم به وزارة الخارجية تحديدا فريق الوزير ظريف وزير الخارجية الذي يطالب بإدانة دولية لعملية الإختيال ماذا يعني كل ذلك؟ يعني بأن إيران بدأت عمليا ميادة تهيئ الأرضية لأي عملية رد على هذا الموضوع الرد في الحيز الأمني والعسكري معقد جدا ميادة نتحدث عن ظروف إقليمية غاية في التعقيد بالنسبة لإيران ظروف دولية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك غاية في التعقيد كيف ستخطو إيران الخطوة القادمة؟ هذا غير واضح حقيقة ولكن الثابت حتى الآن ميادة بأن إيران غاضبة رسميا إيران غاضبة شعبيا وإيران غاضبة سياسيا وإيران غاضبة عسكريا كيف سيتم تفريخ كل هذا الغضب غير واضح حتى الآن؟ بالمناسبة المنطقة التي تمت فيها عملية الإختيال تسمى أبسرد هنا في إيران هذا المصطلح هو بمعناه الماء البارد ولكن عملية الماء البارد يبدو بأنها أدخلت المنطقة في غليان كبير من سيصب الماء البارد على هذا الغليان حتى الآن غير مفهوم؟ ولكن الإدانات القادمة من بعض دول المنطقة من بعض الدول الغربية تحديدا من الاتحاد الأوروبي يعول عليها هنا في إيران لأنها تمهد أرضيا لأي تحرك إيراني سواء عسكري أو حتى سياسي أو أمني سؤالات كبرى متأكد أشكرك جزيل الشكر من طهران مدير مكتب الجزيرة عبدالقادر فايز الآن إلى ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية فبعد رفض المحكمة العليا لولاية بنسلفانيا دعوة قضائية لإبطال نتائج الانتخابات في الولاية قال الرئيس الأمريكي دول ترامب أنه سيتم رفع قضية في ويسكنسون متحدثا عن أصوات غير قانونية تنضم إلينا من البيت الأبيض في واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفه هو تحدث أيضا مستخدما مصطلح ترقبه ما سقف هذا المرتقب في ويسكنسون تحديدا وما الذي يخبرنا به فيما يتعلق بالإصرار على هذا المسار القضائي من قبل ترامب نعم ميادة يعني هو عندما قال هذه أصوات غير قانونية التي نجمت عن إعادة الفرز في ويسكنسون طبعا كان يقصد ما أشاعته أو أذاعته بعض الجهات شبهة الرسمية في الولاية من أن عملية إعادة الفرز التي أنفقت عليها حملة ترامب ثلاثة ملايين دولار في مقاطعتين ملواكي ودين نجم عنها توسيع الفارق بين بايدن وترامب نتيجة عكسية طبعا لذلك الرئيس دولار ترامب برر هذا الأمر بأن هذه كانت أصوات غير قانونية والحديث هنا عن نحو 200 صوت إذن الرئيس دولار ترامب يحاول بالإجابة على سؤالك ميادة من خلال هذا الإصرار المتواصل على زعم بأنه كان هناك تزوير واسع النطاق في الانتخابات في ولايات مثل تانسلفينيا مثل ميشيغن مثل ويسكونسن هو مواصلة التشكيك وإعطاء الانطباع بأن هناك بالفعل قضايا قانونية تسير في المحاكم الأمريكية وبأن هذه الدعاوي بحاجة إلى تبرعات من مؤيدي ومناصري الرئيس ترامب نحو 70 مليون أو أكثر ممن انتخبوا ولكن في حقيقة الأمر وبحسب إحصاء ومعلومات بلومبرغ فأن 75% من هذه الأموال ميادة تذهب لريع حملة ترامب الانتخابية لسداد الدين الذي تعاني منه منذ أكتوبر الماضي وربع في المائة فقط منها يذهب إلى فريق ترامب القانوني ابقي معنا وجدي على المقلب الآخر معنا فادي منصور ليحدثنا عن أجواء مغايرة تبدو تماما فيما يتعلق بخطوات بايدن وفريقه الارتياح هو العنوان الأبرز ولكن أيضا كيف تبدو أولويات فريق بايدن لأن تحديات كبرى نعم ميادة بعد نهاية أسبوع هادئة بالنسبة للرئيس المنتخب جو بايدن من المقرر هذا الأسبوع أن يبدأ عمله على أكثر من صعيد اليوم الاثنين سوف يطلق أول إحاطة رئاسية استخبارتية وهي الإحاطة نفسها التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب وذلك منذ عمليا فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر القضية الثانية التي سوف يقوم بها هي الإعلان عن بعض الأسماء في سياق فريقه الاقتصادي خلال إدارته وذلك بعد أن أعلن عن أركان فريقه للأمن القومي وأيضا للسياسة الخارجية هناك تكهنات بطبيعة الحال عن توقيت الإعلان عن وزير أو وزيرة الدفاع وأيضا مدير الاستخبارات المركزية السي اي اي وبطبيعة الحال إعادة استكمال الفريق التنفيذي داخل البيت الأبيض وأيضا المجلس الاستشاري المتعلق بمكافحات كورونا كما أشرت ميادة هناك ارتياح لدى الفريق الانتقالي لجو بايدن بأن كل هذه المساعي التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب مصيرها الفشل وأن الانتخابات ثابتة بنتيجتها وبأن بايدن سوف ينصب رئيسا في العشرين من يناير المقبل ولكن بما أن العملية الانتقال السياسي بدأت بالفعل الأسبوع الماضي فهناك ارتياح أكبر لدى فريق بايدن بأنه سوف يستطيع من اليوم الأول أن يتولى مسألة احتواء فيروس كورونا وأيضا العمل على مسألات احتواء المضاعفات الاقتصادية لكورونا لكن ميادة هناك حقيقة أيضا إذا كان فريق بايدن يعكس هذا الارتياح في تصريحاته ويحاول تحديد الأولويات للرئيس بايدن وبأن جهد الرئيس بايدن منصب على التعامل مع مشكلات البلاد وليس العودة لفتح صفحة الانتخابات لكن لا شك أن هناك هواجس أيضا من أن استمرار الرئيس دونالد ترامب في التشكيك بنتيجة هذه الانتخابات سوف تصعب مساعي بايدن في محاولته استمالة عدد من قاعدة الرئيس دونالد ترامب لأنه يعتبر أن توحيد البلاد في معركته الأساسية بمواجهة كورونا تتطلب أيضا الحصول على ثقة قاعدة الرئيس دونالد ترامب وطالما أن ترامب يشكك في نتيجة الانتخابات بالتالي هو يشكك بشرعية بايدن رئيسا وهذه واحدة من المشكلات التي ينبغي لبايدن أن يتعامل معها ميادة وفي ذات الوقت فادي منصور أعود إليك وجد وقفي كما لا هاريس قللت حتى من أهمية عدم مشاركة ترامب ونائبه فيما يتعلق بانتقال السلطة كيف يبدو الوضع في هذه الجزئية تحديدا هل يمكن أن يكون لترامب أي دور في عرقلة انتقال السلطة بعدم مشاركته فعليا لا كلا أبدا سمعنا قبل قليل فادي يتحدث عن أول إيجازة أو إحاطة استخباراتية سرية سوف يتلقاها الرئيس المنتخب بايدن يوم الاثنين هذا كل ما يهم الحصول على المعلومات بايدن ليس بحاجة لأن يبارك له ترامب عملية نقل السلطة ولا حتى نائب الرئيس الأمريكي ميادة طالما أن الوكالات المعنية والموارد المالية التي ستقدم له الدعم المادي وأيضا الوكالات التي ستقدم الدعم المعلوماتي من أجل وضع خطة للولايات المتحدة لإدارتها داخليا وخارجيا طالما أن كل هذه الموارد متوفرة فبايدن ليس بحاجة لكل ذلك والرئيس ترامب الذي هو للمناسبة على وشك أن يتحدث في أول لقاء متلفز له مع قناة فوكس نيوز سيكون حديثه أول لقاء متلفز بعد أن أعلنت خسارة الرئيس دونالد ترامب هو يعلم بأن بايدن ليس بحاجة إلى دعمه أو مباركته الشخصية لأن الدستور ببساطة لا يتطلب هذا الأمر من البيت الأبيض في واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي شكرا جزيلا لك وشكر موصول لك فادي منصور من مدينة ولمينكتون بولاية ديلاوير حيث مقر رئيس المنتخب جو بايدن نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤول أمني أن 30 من أفراد القوات الأفغانية قتلوا وأصيب 24 في تفجير انتحاري في ولاية غزني وسط البلاد هذا الهجوم سبقه آخر في ولاية زابل استهدف موكب رئيس مجلس الولاية الذي نجى من الهجوم لكن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب نحو 23 آخرين ينظم إلينا من كابل مراسل الجزيرة عمر حلب إذن عمر كيف يبدو المشهد الآن عقب هتين العمليتين موسيقى